أرحمة حضراتكم للمنتخب الوطني طبعا منتخبنا الوطني بيستعد لمواجهة أنجولا وإجابون على التوالي طبعا كابتن حسام البدري دخل معسكر مغلق المعسكر ده هيدم فيه أو ضم فيه بالفعل اللعبين المحليين في انتظار مواجهة أو انضمان بقى اللعبين المحترفين اللي مازال موقفهم حتى اللحظة مش واضح خليني أقول لحضراتكم طبعا اليوم الأول لمعسكر المنتخب واللي بيقام في أحد الفنادق في القاهرة كل اللعبين وكل الجهاز الفني خضعوا والجهاز الفني والإداري خضعوا لمسحة طبية عشان يتطمنوا على سلبية المسحة وأنه ما يكونش فيه حالات لقدر لها إصابة كورونا للعيبة وأعلن طبعا الجهاز الفني القايمة النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب والقايمة دي فيها 27 لاعب من بينهم محمد صلاح ومحمد النيني اللاعبين طبعا المحترفين في الدوري الإنجليزي تحسبا أنه المفاوضات تنجح طبعا في مساعي من اتحاد الكورو المصري حتى اللحظة لم تتوقف أنه يتم ضمهم النسبة أو الاحتمال الأرجح أنه هما مش هيبقوا موجودين يعني زي ما قلت لحضراتكم الاحتمال الأقوى أنه لا النيني ولا صلاح هيشاركوا في معسكر المنتخب وغالبا غالبا بالنسبة كبيرة هيغيبوا عن مواجهة أنجولا الموقف بالنسبة للجابون ممكن يبقى مختلف لأنه الجابون مش ريت زون وبالتالي مش هيبقى فيه مشكلة أنه صلاح ييجي على الجابون يلعب هو والنيني المباراة ويطلعوا منها على إنجلترا مرة تانية هنا مش هيبقى فيه وجه اعتراض من وجهة نظر ليفربول